السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس الرياضيات للصف الأول ابتدائي عدنا موضوعنا هاليوم تصنيف الأشياء بحسب النوع ونصنف الأشياء بحسب النوع ناعدنا لوحة فيها النحلة والفراشة ومطينا حقول الفراشة النحلات أجي هسا أصنف الأشياء كل من بالحقل مالتهم الفراشات كم فراشة عندي واحد اثنان ثلاثة ثلاث فراشات أجي أسويه هنانا بالحقل ثلاث فراشات يصير أخلي النحلة ويا الفراشات لا لن كل من حسب نوعها هسا أصنف النحلات كم نحلة واحد اثنان ثلاثة أربعة أربع نحلات خليت بالحقل ما يصر أخلي الفراشات بحقل النحلات لأنه كل واحد بحسب نوعها أولا أصنف مجموعة الأشجار معا ومجموعة الورود معا حقل الأشجار حقل الورود حقل الأشجار كم شجرة عندي متشابه نفس النوع واحد اثنان ثلاثة ثلاث أشجار بالحقل الأشجار كم وردة عندي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمس وردات بحقل الوردات ما يصر أخلي الأشجار بحقل الورد ولا الورد بحقل الأشجار كل من حسب نوعها أرسم بقدر العدد عندي هنا باللوحة مطيني هاي اللوحة مرسومة عندي التفاح كبير وتفاح صغير التفاح الكبير والتفاح الصغير كم تفاحة كبيرة واحد اثنان أرسم تفاحتين كبيرة وكم تفاحة صغيرة واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة تفاحات صغيرة اثنان ثلاثة أربعة إذن اثنان من التفاح الكبير وأربعة من التفاح الصغيرة